قتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي الجمعة بالضفة الغربية بعد أن حاول قذف أفراد الجيش بزجاجة حارقة حزم مصرح الجيش ومسؤولون بقطاع الصحة وقال الجيش الإسرائيلي إن الشاب كان يستهدف سيارة الإسرائيلية على طريق رئيسي بالضفة الغربية وقتل عندما كان يهم بقذف الزجاجة الحارقة وفي وقت سابق من الجمعة استمرت الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية حيث رد أفراد الجيش بإطلاق قنابل الغاز لتفرقة المتظاهرين من ناحية أخرى شرعت مساء الجمعة جنازة ثلاثة فلسطينيين نفذوا هجوما ضد ثلاثة إسرائيليين بمدينة القدس القديمة حزم مقالت الشرطة الإسرائيلية وقالت الشرطة إنه كانت من بين الإسرائيليين الثلاث شرطيتان إحدهم توفيت متأثرة بجراحيها بعد إطلاق النار عليها عندما دخل باب العامود على أسوار البلدة القديمة بالقدس في وقت سابق من الأسبوع قبل أن تم إطلاق النار على المهاجمين الثلاثة الذين تم توقفهم للتأكد من هويتهم ذكرت تقارير إعلامية أنه عثر على متفجراتهم بحوزة أحد المهاجمين بعد أن لقي حتفة تأتي هذه الهجمات في إطار موجة هجمات فلسطينية بالطعن وأطلاق النار والدهس مستمرة منذ أكثر من أربعة جهور ضد الإسرائيليين وأدت لمقتل سبعة وعشرين إسرائيليا وأمريكي في الوقت الذي قتلت فيه القوات الإسرائيلية مائة وستة وخمسين فلسطينيا على الأقل منهم مائة وواحد مهاجم بينما قتل البعض الآخر في مظاهرات عنيفة اشتركوا في القناة